لترقية الاستثمار مساء الخير زميله شاء أهلا بك وبضيفك أهلا بك زميلة مريم مساء الخير لسادة المشاهدين إذن كما تفضلت به نحن الآن متواجدون بمقر مديرية العامة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أين تقام أبواب مفتوحة هنا بهذه المديرية العامة وكذلك بفروعها في عشرة ولاية أخرى لتقريب المستثمرين حاملي المشاريع من المؤسسة المالية وكذلك مؤسسة التأمين تم كذلك صباح اليوم الإمضاء على اتفاقية تعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وكذلك البنك الجزائري الخارجي وشركة التأمين لكاش وذلك من أجل ربما تسهيل تموين وتأمين المؤسسات وحاملي المشاريع ربما للحديث أكثر حول المشاريع الاستثمارية هنا بالجزائر يحضر معي السيد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار السيد عمر كاش مساء الخير سيد مساء الخير إذن سيدي الصباح اليوم تم الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وكالتكم وكذلك الشريك البنكي والشريك في قطاع التأمينات ربما لو تطلعنا أكثر حول فحوى هذه الاتفاقية طبعا هذه الاتفاقية جات في إطار استكمال توفير الشروط الضرورية لإنجاح المشاريع الاستثمارية كما تعرف التمويل والتأمين عاملان أساسيا في إنجاز وضمان ديمومة المشاريع الاستثمارية لهذا ارتأينا أنه من ضروري نكون همزة وصل ما بين الحاملين المشاريع خاصة والمستثمرين مع مكونات الساحة المالية والبنكية وأيضا التأمين من أجل يعني أعطينا لهم البهو تعال العشر ولايات الأولى في مرحلة لتذكير أنه العشر ولايات إذ تم اختيارها على أساس أنه هي اللي تسجل أعداد كبيرة من المتوافدين ومن التسجيلات على مستوى الوكالة ولكن ستمتد على مستوى جميع شبابك الوحيدة على المستوى القطر الوطني ولا تخص فقط الهيئتين هذا البنك وشركة التأمين لتمتد يدنا لكل من يتقاسم معنا التطلع من أجل التطلع لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر الآن المستثمر لما يتوافد على الوكالة سواء للاستعلام أو للقيام بإجراءات رح يلقى أمامه ممثلين على الهيئات هذا ربما الحصول على فرصة التمويل الحصول على فرصة تأمين أيضا يتقاسم معنا نتقاسم معه المشاريع الناجحة نحاول أن نقلب المعادلة أن المستثمر مش هو اللي يروح للبنك أو مؤسس التأمين ولكن العكس يعني الآن نتطلع أن تلعب البنوك دورا أكثر في مجال الاستثمار وهي اللي تعرض خدماتها هي أيضا تساهم في إنضاج المشاريع الاستثمارية عن طريق توفير الفرص المهمة وحتى المشاريع المربحة بحكم أنهم عندهم خبرة كبيرة في دراسة المشاريع الاستثمارية سيد عمر كاش ربما بالحديث كما تفضلتم أن الاستثمار يعني التمويل وكذلك التأمين بحكم هذه الاتفاقية هل سيستفيد ربما حاملية المشاريع من امتيازات سيستفيدون منها أكيد يعني الهدف الأساسي منها هو أنه أولا المؤسسة المعنية تقدم خدمة وأيضا تقدم تسهيل ومن بين التسهيلات تقدم تخفيضات يعني هذا هو المراد من هذه الاتفاقية الاتفاقية يعني عملنا أيضا أنه منظيناها لأنه المهم ليس فقط إطلاق أبواب مفتوحة ولكن للعبرة بالنتائج لأنه رح يجي يوم نشوف ما هي النتائج أو ما هي المشاريع التي تم تمويلها فعلا ضمن هذه الأبواب ما هي الفرص أو عقود التأمين التي تم عقدها ضمن هذه الأبواب حتى نفتح المجال أيضا لمؤسسات أخرى ويعني حتى أدوار أخرى في القريب العاجل إن شاء الله نتمنى ذلك بالحديث ربما عن نقطة مهمة ربما تؤرق بعض المستثمرين وحاملية المشاريع هي نقطة تكلفة القروض يعتبرونها مرتفعة خاصة بالنسبة للمؤسسات المصغرة الصغيرة التي ربما لا تشغل أكثر من خمسين عامل طبعا كما تعرف ويعرف الجميع أنه عماد الإنعاش الاقتصادي هو المؤسسة المصغرة والصغيرة حتى بالنسبة للإحصائيات التي قدمناها تقول بأنه أكثر من خمسة وثمانين بالمئة من المشاريع المسجلة هي لمؤسسات لمشاريع صغيرة ومصغرة يعني لهذا هذا هو الهدف الأساسي تعنا وهي التي تعرف يعني ضعف التمويل وعدم القدرة على التمويل لهذا نهدف من وراء هذه الأباب المفتوحة أن البنوك والمؤسسات المالية تمدل يد للمؤسسات وتفهمهم أيضا في شروط إنجاح مشاريعهم وتقدم لهم أيضا النصح في مدى ربحية المشاريع المعنية ربما هل تلقيتم ربما تطمينات من طرف البنوك أن الفوائد ستكون ربما ستخفض بالنسبة لهذا المؤسسات في الحقيقة هذا أمر تعسوق الآن الأمر يعني رح لا محالة أنه رح يتعامل مع منطقة 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 سوق يعني حتى الساحة البنكية تعمل لكل الأطراف بنك الجزائر في إطار سياسة نقدية وأيضا مع البنوك العمومية والخاصة الآن في إطار حتى الإصلاحات اللي جاب بها القانون النقدي والمصرفي رح يأدي إلى لا محالة إلى مراجعة أولا تسهيل الإجراءات تسهيل الإجراءات الخاصة بدراسة الملفات القروض اللي نعمل مع شراكنا أنه لازم تكون في وقت قياسي حتى بالنسبة أيضا لتكلفة القروض لأنه فتح الباب لمؤسسات مالية بنوك تجارية جديدة رح يخلي أيضا المعروض أو العرض عرض التمويل الأكبر واللي رح إن شاء الله نتمنى ككل يعني حتى نضم صوتنا لصوت المتعاملين الإقتصاصين لأنه نرى نحن في وكالة من جهة المستثمرين نأمل أنه تكون فيه يعني تسهيل عملية الولوج للقروض البنكية لأنه عامل أساسي من عوامل إنجاح الاستثمار في البلاد أكيد سيد عمر ركاش ربما الاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها الجزائر منذ سنوات الأخيرة وهي الابتعاد عن قطاع المحلوقات وتحقيق ربما إرادات بعيدا عن هذا القطاع الذي لطالما اعتمدت عليه هنا يبرز دور الوكالة وكلتكم الوطنية الجزائرية عفوا لترقية الاستثمار لو تحدثنا عن أرقام الاستثمارات المسجلة على مستوى وكلتكم أرقام الاستثمارات بالنسبة فيه شقين من الأرقام أولا الوكالة تعمل منذ تنصيبها على تطهير ما وارثته عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سابقا عن طريق تقديم المرافقة والدعم لمؤسسات عرفة مطبات عرفة بعض العراقيل في مرحلة الإنجاز نعمل على مرافقتها من أجل استكمال فترة الإنجاز والدخول في مرحلة الاستغلال يعني العدد يقدر بالألاف إلى حد الآن قدمنا على مستوى الوكالة أكثر من تسعمائة مقرر تمديد لمنح المزايا وهذا شيء مشجع جدا لأنه لما نقول لك تسعمائة وقريبا نوصل للألف مشروع هذا اللي رح يدخل في مرحلة الاستغلال يعني في مدة لا تتجاوز سنة يعني ولك أن تتصور حجم الثروة التي ستخلقها هذه المؤسسات والحركية الاقتصادية وكذا الآلاف من مناصب العمل التي ستنشئها هذا بالنسبة وسنواصل أيضا مرافقة جميع المستثمرين الذين عرفوا هذا دورنا يعني دورنا الوكالة أنشئت من أجل هذا المرحلة الثانية هو تيسير عملية تسجيل تيسير عملية تسجيل خلال سنة كنا قدمنا لكم الرقم إلى غاية 31 أكتوبر تم تسجيل 4193 مشروع منها 84 مرتبط بأجانب يعني سواء بمشاريع أسنبية مباشرة أو بالشراكة مع أجانب الآن الهدف تعني يتجاوز تقديم إحصائيات مجرد حول التسجيل ولكن يتعد ذلك إلى إدخال الفعلي لهذه المشاريع في حي الإنجاز لهذا مرينا إلى الصرع القصوى في مرحلة ثانية وهي عملية المتابعة المتابعة ليست المراقبة ولكن المتابعة من أجل المرافقة الآن جاوزنا سقف 4000 مشروع استثماري مسجل هل حقيقة كل هذه المشاريع دخلت حي الإنجاز لأن شهادة التسجيل هي شهادة ميلاد مشروع استثماري بحكم أن المستثمر يمكن مباشرة أن يقتني سلع وخادمات والاستفادة من التحفيزات الضاربية والشبه الضاربية ولكن نحن بحاجة إلى مؤشرات واقعية مؤشرات حقيقية نتواصل الآن مستثمر بمستثمر هل بدأت لماذا لم تبدأ لماذا لم تدخل في مرحلة الإنجاز وهذا حرصا مننا على يعني رفع بعض ربما عراقيل اعترضت المستثمر هذا اللي جاء سجل المشروع تعه ربما بعض العراقيل على سبيل المثال هل يكم المشكل في التموين مثلا ممكن جدا يعني ممكن جدا لأنه فيه العديد من المشاريع يجي سجل المشروع تعه على أساس موافقة مبدئية للبنك وليس موافقة نهائية بعد في بعض الحالات البنك بعد مراجعة الملف فرأى بأنه المشروع يعني غير مجدي أو غير مربح وتعرف بأنه العملية تجارية لهذا نعمل أيضا بالتنسيق مع بعض البنوك لمراجعة بعض القرارات حتى لتخذتها البنوك وعدنا أمثلة عن مشاريع يعني عطيت لها موافقة مبدئية وبعدين البنك تراجع للموافقة المبدئية هذه نعتبرها نحن إذا كان السبب يعود إلى طبيعة المشروع ممكن فيه نص حتى للمستثمر باش يراجع مشروعه ولكن فيه سوء تقدير للبنك نعمل مع البنك من أجل يعني لأنه همنا جميعا وهمكم تم أيضا يعني هذا هو المخرج لإقتصاد على البلاد من أجل تجسيد أكبر عدد أكبر قدر ممكن من المؤسسات سيد عمر كاش لو نتحدث الآن عن الاستثمارات الأجنبية هنا بالجزائر ربما العديد من المواطنين أو حتى من المؤسسات يشككون في الاستثمارات الأجنبية بالجزائر ويشككون كذلك ربما في قانون الاستثمار هل يمكن أن نتحدث عن ذلك بالأرقام؟ والله نظرية المؤامرة موجودة يعني في كل الحديث هذا ليست مجرد أرقام ولكن قوائم تعمل أساسات لو عدنا الوقت نعطيها لكم قائمة بقائمة 84 مشروع استثماري مرتبط بأجانب هذا الأجانب يعني ربما فيه اعتقاد أنه يقول لك هذا جديد ولكن فيه أيضا عديد من المستثمرين المتواجدين في الجزائر واللي قاموا باستثمارات توشعة طيب هشام في سياق ما يتحدث عنه ضيفك رجاء أن تسأله عن أهم ربما مجالات الاستثمار التي يتوجه لها الشباب أو الأجانب حتى تفضل يبدو أن الاتصال لا أسمعك زميلة مريم تفضل سيد عمر كاش واصل الفكرة نعم العديد من هذه المؤسسات هذا نتكلم على المؤسسات المتواجدة فعلا هنا أنا نروح أبعد من ذلك يعني فيه العديد من المؤسسات ومؤسسات كبرى شركات كبرى عالمية أبدت الرغبة في الاستثمار في الجزائر هذا العدد إذا قارنناه بما يتطلبه الاقتصاد الوطني من أجل الإنعاش يبدو قليل بالنظر إلى تطلعات وحاجة الاقتصاد الوطني إلى خلق مؤسسات جديدة لهذا وكما تعرفه يعرف الجميع ليس سرا أنه القانون العقار الاقتصادي سيخرج إلى النور في القريب العاجل إن شاء الله هذا سيعطي دفع قوي وقوي جدا للاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبي لأنه حتى الاستثمار الأجنبي لما يجي وانت ما عندكش عقار لهذا الآن نعطيكم مئات الرغبات الاستثمار حتى من شركات كما قلت سبق لي وقلت شركات عالمية ولدي أمل كبير بأنه سنة 2024 ستكون سنة إقلاع الاستثمار في الجزائر لأنه سيكون فيها استكمال كل حلقات المهمة الركائز الأساسية التسهيلات عن طريق الشباك الوحيد وتفعيله القانون النقدي والمصرفي قانون العقار إذن لم يبقى إلا إرادة تدسيت كل هذا وبإذن الله يعني الالتزام سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في سنة راه في سنة 2024 ويعني سنضرب لكم موعداً بنتائج ملموسة على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة القادمة نتمنى ذلك نتمنى لكم التوفيق ربما سؤال أخير بخصوص المنصة المنصة التي تشتغلون عليها حالياً وهي ربما الآن تختصر فقط على إداء الملفات لكن هل سيكون فيها جديد ربما في القريب العاجل بالنسبة للمنصة الرقمية للمستثمر الآن هي مخصصة لعملية تسجيل تسجيل استثمارات أي مستثمر يقدر يسجل استثمار تعوى على المنصة invest.gov.z هذه المنصة ستفتح لطلبات العقار بعد المصادقة على القانون والذي سيتبع مباشرة بالمصادقة على النصوص التطبيقية الخاصة به ومباشرة بعدها ستكون المنصة الرقمية جاهزة لاستقبال طلبات المستثمرين وأيضاً لتقديم أرضية معلوماتية عن كل ما يتعلق بإجراءات الاستثمار عن الفرص الاستثمارية المتاحة حتى عن المؤهلات لأنه في كثير من الضفة الأخرى ينتظرون مننا تقديم المؤهلات تقديم المزايا المقارنة التي يجب علينا إظهارها لأنه بلدنا بلد قارة ولديه من الإمكانيات ما لا يوجد في العديد من الدول لم تبقى إلا أن نضع اليد كل في مستواه كل على مستواه كل فيما يخصه من أجل إنجاح هذا المقاربة لأنه ليست الوكالة فقط لأنه حتى لما نتكلم عن المنصة الرقمية المستثمر فيه العديد من إجراءات من القطاعات المعنية لأنه التفعيل البيني للمنصة يكون مع أنظمة معلوماتية أخرى مترابطة فيما بينها ويجب أن تكون أيضا تلك الأنظمة على استعداد لتبادل مع المنصة الرقمية للمستثمر نحن في الواجهة حقيقة مدركون حجم التحدي ملتزمون بإضفاء الشفافية وملتزمون أيضا بأخلقة مناخل الأعمال محاربة كل أوجه المحسوبية عبر إضفاء هذه الشفافية رسالة سيد الرئيس الجمهورية واضحة ونحن نعمل بجد على أن تكون بيئتنا بيئة شفافة بيئة جذابة للاستثمار الأجنبي والمحلي شكرا لك سيد عمر الكاش إذن زميلة مريم السادة المشاهدين كما تابعتم معنا كانت هذه أبرز تفاصيل هذه الأيام المفتوحة وكذلك عمل المتواصل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عفوا لترقية الاستثمار إذن عمل الوكالة متواصل كما تابعت معي أنه سنة 2024 بحكم أنه كل المؤهلات والأرضية ستكون جاهزة ستكون سنة إقلاع اقتصادي عودة إليك زميلة شكرا لك زميلي هشام ولضيفك كذلك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر الكاش على كل هذه التفاصيل